ترأس مساء أمس عمدة بلدية الدائرة الثالثة سامي ميشيل ميشو ترأس اجتماع مناقشة ميزانية الدائرة لعام 2017 كان ذلك بحضور مستشاري الدائرة جلت المناسبة بإحدى فنادق العاصمة تقرير عدم حنافي فضل 24 ساعة كانت كافية لمناقشة مشروع احتماد ميزانية الدائرة الثالثة من حصتها السنوية التي تسير أعمال الدائرة لعام 2017 هذا اللقاء كان بحضور مستشاري الدائرة من أجل التعرف على كيفية وضع استراتيجية جديدة تهدف إلى مناقشة مشروع العمل الإداري بالدائرة الثالثة هذا الأمر قد جمع ما بين عمدة الدائرة المنتهية ولايته أحمد بن أجي من جهة والجديد سامي ميشيل ميشو من جهة أخرى وذلك من أجل معرفة وحصر البيانات السابقة للعمل بالدائرة ومعرفة الإيجابي منها والسلبي وفيما يتعلق بحجم الميزانية فقد تحدث عمدة الدائرة الثالثة عن كيفية طرق تسيرها البيجي ماشي ل790 مليون 608 ألف و156 ريال البيجي تسوينا هذا لبعدين ننتولي ناسنا القدام ما ندور المشاريع القديمة ننتكون في الكومين بتاعتنا الترولندي في المنطقة كلنا قلمنا فوقها وماشي نسويه للأرشماء هنا نضافة لمدة 6 سنة للمستقبل وللشوارق وللكانيفو ولكي حاجة عشان أعزينا الصحة من الباقودة يشار إلى أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه لهذا العام وستطلق البلدية مشروعاتها من الميزانية ابتداء من تاريخ الثاني من مارس لعام 2017 سبعة عشر